نهاردة كهرباء انتظم في مران النادي الاهلي بعد ما غياب عن مران الفريق امس وقلت لكم مبارح انه سبب غياب كهرباء انه والدته ربنا يا رب يشفيها كانت داخلت المستشفى هو سهر معاه في المستشفى وبا كان رجع البيت متأخر فنام كتير فراحت علي نومة فمرحش المران هو اتكلم النهاردة مع كابتن سامي ومصان القائم باعمال مدير الكرة وهيتم توقيع عقوبة مالية عليه توقيع غرامة مالية بسبب غيابه عن مران الامس طيب الاهلي مستني عودة الشناوي من معسكر المنتخب عشان يعمله معاه جلسة لحس تجديد تعاقده اللي بينتهي بنهاية الموسم اللي هيبدأ الاهلي بيجاهز عرض تاريخي تاريخي للشناوي عشان يحصل على توقيعه لسلاس مواسم اضافية بعقد هيكون الاغلى في تاريخ حراس مرمى النادي الاهلي بحسب مصدر داخل النادي الاهلي الاهلي بيفكر يمد عقد الشناوي حتى صيف الفين تمانية وعشرين يستحق الشناوي اسم كبير في تاريخ النادي الاهلي بكل تأكيد طيب اشرف داري المدافع المغربي هيصل الى الكاهرة وينضم للنادي الاهلي غدا الاربعاء بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في فاطل الاجندة الدولية اشرف داري هيكون موجود في مراه النادي الاهلي يوم الخميس وهيخضع لفحص طب شامل لتحديد موقفه في مباراة جرمهيا الاهلي بحسب مصادرنا في النادي الاهلي الاحتمال الاكرب استبعاد اشرف داري من رحلة كينيا عشان الاصابة اللي لاحكت به ما قبل اخر مواجهة للمنتخب المغربي في تصفيات كأس الامم الافريقية واتركوا مباراة لكاد الاصابة في الكاحل وخليتوا ما يبدأش المباراة ممكن يبقى موجود في السوبر ممكن بس برضو السوبر الافريقي ممكن يبقى موجود في السوبر الافريقي وممكن كمان يبقى موجود في مباراة جرمهيا الاياب مش الزهب ممكن طيب